قام محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال بتفقد مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية القديم لمدينة ألا بصلية بمركز إدفو وإنشاء مبنى إداري استثماري بتكلفة تصل لأكثر من 33 مليون جنيه كما تفقد المحافظ وحدة تصحة أسرة الشرفاء بالمدينة المتابعة أسلوب وألية العمل لتقديم الخدمة الطبية والخدمة العلاجية للمواطنين داخل الوحدة التي تم الانتهاء من إنشائها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ودخولها التشغيل التجريبي